مولانا في الطرق الصوفية ونحن نقترب تقريبا في مصر من 80 طريقة صوفية رسميا أو يعني 78-80 تقريبا هناك البعض يتساءل أنه ويكون هذا مطروح هذا السؤال أنا أبدأ في الأوراد على الطريقة كذا أو الطريقة الأخرى أنا أبدأ في الذكر بكذا أنا أقوم بعدد كذا أتقرب إلى الله بهذا وذاك ولكن أنتظر أن أعرف أنني مقبول أو أنني قبلت فيكون لي إشارات القبول أذهب لمولانا أسأله كيف أعرف أو أعلم أنني قد قبلت وأن تقربي إلى الله في هذه الفترة قد قبل وأنني من المقبولين في هذا المقام هذا سؤال قد يطرح فيفتح أبواب أخرى أنه لماذا تسأل أو ما هي العلامات التي تجعلك تعرف أنك مقبول وأشياء من هذا القبيل وكثير من الأمور يؤخذ على هذا ما قول الدكتور علي جمعة في هذا؟ علامة واحدة بس تدل على القبول سواء راح الطريقة ولا ما راحش الطريقة وهي المحافظة على الفرائط بس إلا يروحوا محافظة على صلاته خاصة صلاته وأولها صلاته ومن اللي قال لنا الكلام ده سيد هو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام محافظة على صلواتي يبقى أنا سليم 100% وقُبلت مخرف فيها ويوم أصلي ويوم أصليش وفاقت أصلي وأصلي على سطر وأسيب سطر لا يبقى فيه مشكلة محتاج إلى علاج العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة